الحمد لله عب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وعسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فديننا دين العمل دين الجد دين الإتقان دين عمارة الكون دين الأغز بالأسباب دين البر دين التكافل دين التعاحم يذكر رواة قصة طريفة حول قضية الأغز بالأسباب ذلك أن عجلا من التجار خارج في تجارة الله وفي الطريق استراح إلى حائط مستان أي إلى جانب حديقة فوجد طائر كسيرا مهيض الجناح مقعدا فقال يا سبحان الله من يأتي لهذا الطائر برزقه في هذا المكان وهو لا يقوى على الحركة وقبل أن ينتهي مما كان بخاطر إذا بطائر قوي فتي يأتي بطعام ويضعه أمام هذا الطائر الكسير مهيض الجناح فعاد الرجل وحكى لأحد عفاقه من الصالحين الفاقهين الفاهمين العلماء الحقيقين وقال له يا سبحان الله دخلت مستان حديقة فأأيت طائر كسيرا مهيض الجناح فقلت أن يؤتى له بطعامه ومن الذي يأتيه بالطعام هو على هذا الحال فبينما هو كذلك إذا بطائر قوي يأتيه بطعامه فقلت يا سبحان الله وعلمت أن رزقي سوف يأتيني أينما كنت ولكن هذا الرجل الذي يبحث عن عمارة الكون نظر برؤية أخرى وقال له ولكن بالله عليك قل لي لماذا اخترت أن تكون الطائر الكسير مهيض الجناح ولم تعمل على أن تكون الطائر القوي الفتي الذي يعمل على نفسه وعلى بني جنسه الإنسان الكريم يريد اليد العليا ونبينا صلى الله وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخزة فلماذا تحب أن تكون أنت اليد السفلى ولا تريد ولا تعمل على أن تكون أنت اليد العليا وديننا دين الهمة ودين العلو ودين الأغذر الأسباب ودين القوة ودين العمل وكان الإمام علي رضي الله عنه يقول لحمل الصخي من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال يقول الناس لي في الكسب عيب فقلت العيب في زل السؤال وقالوا أحسن إلى من شئت تكون أميرة واستغني عن من شئت تكون نظيرة واحتج إلى من شئت تكون أسيرة فلما يقبل الحر الأبي على نفسه أن يكون أسيرا للأخذ ولا يريد أن يكون عالي الهمة بالعطاء والبعوض يقول خلقت عيوفا لا آل ابن حرة علي علي يدا أغضي لها حين يغضبوا ويقول الشنفاء الشعر الجاهلي وأستف طرب الأرض كي لا يعاله علي من الطول متطول وأبو العزة يقول وأعد لهم ما استطعتم من قوة فالزراعة قوة واستصلاح الأراضي قوة وإضاءة التجارات قوة وتطوير الصناعة قوة واستخراج المعادم قوة وإعداد الجيوش قوة وأعد لهم ما استطعتم من قوة نريد أمة قوية ودولة قوية وشعبا قوي ولا يكون ذلك إلا بقوة مجمل أفعاده بالعمل بالجد بالاجتهاد بالإتقاد نريد أمة تعمل فالعمل شرف وخير الناس من يأكل من عمل يده وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده وفي رواية كان لا يأكل إلا من عمل يده يقول أهل العلم خص نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا داود عليه السلام بالذكر من بين سائر الأنبياء لأنه كان ملكا نبيا ولم يكن في حاجة إلى العمل وكان عنده من المال لما يغنيه فهو يعمل لعز العمل ولشرف العمل ومن سمة نقول هنا العمل عز للأغنياء والفقراء العمل غير مرتبط بالحاجة وعدم الحاجة غير مرتبط بالفقر والغنى العمل شرف لك وإن كنت من الأغنياء وإن كنت غنيا أن تعمل لعز العمل ولشرف العمل فعندما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بهذه أصحاب أحد أصحابه وأجدها خشنة من أصحاب العمل قال هذه يد يحبها الله ورسوله نسأل الله أن يجعلنا أمة فاهمة لدينها تعمر دنياها بدينها ولا تخرب دنياها ودينها بسوء فهمها لدينها نسأل الله أن يرزقنا حسن الفهر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته